النهاردة هيكون معنا فاروق عصام نتكلم معاه في كثير من الأمور اللي تخص الصفقات الأخيرة مطشات أوروبا النهاردة وعنده شيء مهم جدا جدا ماذا تغير من الموسم الماضي أو نهاية الموسم الماضي إلى بداية الموسم الحالي بالنسبة لشكل النادي الأهلي فاروق عصام هيبه معايا حالا فاروق أنا برحب بيك ودايما مشرف ومنور أخبارك يا فاروق وحشني يا كريم كتير انت وحشني جدا وانت أكتر غايب بقالك فترة آه معاك أوتاني مريح مع الراحة السلبية آه راحة السلبية ونرجع مع الدولة قلت ريح شوية كمان مع لقابة الدولة أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد كله حلو؟ كله زي أنا قلت حيا كتير قلت هتقولها النهاردة تحب نبدأ بيه؟ خلينا نبدأ بالأهلي حلو يلا بينا الأهلي الموسم الماضي نهى بشكل وبدأ بشكل آخر ولا نفس الشكل ده اتغير كتير اتغير كتير اتغير كتير اتغير ازاي؟ خلينا نتكلم أن بوادر المدرب الكويس بتبان فاحنا بنتكلم على مدرب واخد الطبع الألماني طبعا المدرسة السويسرية والمدرسة النمساوية هي واخدة من المدرسة الألمانية فاحنا بنتكلم على تنظيم كويس جدا في الملعب ظهر مع النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي اعتقد بعد المبارات الاتحاد المنستري لازم تتطمن على شكل النادي الأهلي النادي الأهلي لعب ازاي مع كولور خلينا نشوف ممكن اعطعك اللحظة عشان جمهور الأهلي اول ما انت قلت الجملة ده تلحظت ايه ما احنا تطمننا لسوارش بعد مباراة فيوتشر لا 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 هقولك انا في فرق بسيط جدا ما بين اول مباراة لسوارش او مباراة حديدا خلينا نقول مباراة المصري لان مباراة سوارش كتوليرة فالبداية سوارش سوارش في مباراة المصري عمل ثلاثة بلدب من وراء للنادي الأهلي طوال تسعين دقيقة المدرب الجديد للنادي الأهلي عمل ثلاثة وعشرين بناء من الخلف ضد الاتحاد المستري في تسعين دقيقة فرق كبير جدا فاحنا بنتكلم على هو مغيرش كتير على الورق هو النادي اللاعب اربعة اثنين تلاتة واحد فاحنا بنتكلم اربعة لو هنا النادي الأهلي اربعة اثنين تلاتة واحد هي على الورق تبان ان هي الاسلوب المؤتد للنادي الاهلي. لكن كان فيه تغيير واضح جدا في تمركز لعب تحديدا هو اللعب المهم بالنسبة الكرة كان عمر السولية. لأن عمر السولية قال يوديان كان بيلعب لوحده قدام خط الدفاع. وعمر السولية كان بيميل هنا في الجبهة اليمنى مع طاهر ومع أكرم توفيق. عشان يعمل مسلس موجود في الجبهة اليمنى. وبرونو اللي لعب النهاردة في مركز عشرة كان مفاجئ بالنسبة لأنه هو جاي النادي الاهلي. الجمهير عرفة أنه هو لعيب جناح أو راس حربة. ممكن يلعب كجناح أو راس حربة. لكن هو لعب النهاردة في مركز رقم عشرة. وكان بيميل ناحية ناحية الثانية ناحية أحمد عبدالقادر ووجود علي معلول. لأن وجود المسلسات دي مهم جدا في تحضير اللعب. ليه مهم في تحضير اللعب? لأن دايما الكرة مع متولي. ومع عبد المنعم بيبقى قدامهم خيار واضح جدا. لهو الخيار اللعب اللي ما بين الخطور. سواء عمر السولية هنا أو موجود هنا برولو سافيو. اللعب كان مباشر بالنسبة لهم هما. لأن دايما اللعبة بتركز مع لعبة الأجنحة. وبتسيب المساحة ما بين الخطوط في التقدم هنا. كان متولي دايما بيلعب قصاده. عمر السولية التمريرة ما بين الخطوط. وكان عبد المنعم قصادو سافيو بيمرر له ما بين الخطوط. كان فيه مهم جدا. وده كان سبب بداية شادي حسين للمباراة. ده كان بيحصل إن شادي حسين كان بيبقى موجود مكان سافيو. وسافيو. احنا الحالة دي حتى لو شفناها نلاقي شادي حسين بسترم من بره المنطقة. هنا سافيو دايما لعيب متحرك. وواضح واضح إنه هو واخد تعليمات بحرية الحركة. يمين وشمال الخط الوسط. هنا دايما حتى عندنا التمركز الأهلي في الكرات السابتة تحسن كتير جدا. ومن أول مباراة. وفي عندنا حالتين لكرات السابتة موجودة النادي الأهلي. آه أحمد عبدالقادر هنا. عايزين نتكلم على أحمد عبدالقادر لو نوقف في الكرة. شكوني. يلا وقف في الكرة. نرجع تلعيا الكرة على أحمد وقف إه. دائما لعيب الكرة لما بيستلم الكرة. هذه überَ تتلعيا من ما ير感謝 الحمد عبدالقادر الثاني خلينا نرجع الحمد عبدالقادر الثاني. عايب الكرة لما بيستلم الكرة بيبقى قدامهم تلتة اختيارات والذ inscrever. الخيار الأول خلينا نوقف في السورة. الخيار الأول إما التمرير أو المراقبة. الخيار التالت بتتاح في فرص معينة أو لا اللي هو التزديد فخلينا نخرج التزديد دلوقتي اللعب يهم المراوغة يهم التمريد أحمد عبدالقادر من اللعيبة اللي بيجي فكره الأول المراوغة قبل التمريد صح لعيبة في مصر موجودة بالشكل ده رمضان صبح لو لاحزنا رمضان صبح دايما لما بيستلم الكرة أول حاجة بيفكر فيها المراوغة مش التمريد مظبوط ده أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر في المباراة دي كان أكتر لعيب خسر كرة في النادي الأهلي أكتر لعيب مرر تمريرات غلط في النادي الأهلي ليه لأنه دايما أحمد عبدالقادر خلاص سهل دراسته وسهل حفظه أحمد عبدالقادر لما بيستلم الكرة كان دايما فيه لعيب قريب منه بيضغط عليه لأنه هو تفكيره المراوغة ولما تضغط عليها تقدر تقطع منه الكرة فنسبة تمريراته في المباراة دي كانت 63% ودي نسبة قليلة جدا فأحمد عبدالقادر محتاج إنه هو يعمل مكس شوية ما بين التمرير وما بين المروع ويفكر أكتر في التمرير وده هيفتح له أكتر مقسحات لا التاني برضو محتاج أتكلم عليه في المباراة وأكرم توفيق هو الأجمع بتاعته اللي هتيجي بعد كده جمهير النادي العلي معندهش مشكلة شخصية مع محمد هاني لكن أكرم توفيق في المباراة دي رغم عودته من الإصابة هو أكتر لعيب استخلص كورة في النادي العلي تسع مرات استخلص كورة أكتر من أليو ديانج أكتر من عمر سلاء اللي هما موجودين في وسط الملعب وقف هنا ده حصبا هنا هو أنه وقف بقى لا بس كده اللي أعزك تكامل بس أكرم توفيق أنه أكرم توفيق لما تفرج على المباراة كمان تحس اللي أنت قلته ده بالزبط بالزبط يعني بص الفرق فعلا الفرق من أكرم توفيق ومحمد هاني ومحمد هاني لعب مكتهد جد ولاعب مميز جد بس محمد هاني ممكن يبعنده أخطاء كثيرة في الملعب واستخلصه لكرات قليل أكرم توفيق عشان لسه عائد من إصابة طويلة جدا لو لاحظت كان عنده ميز باس كتير جد بس استخلصه لكرات والكوة اللي بلعب بيها أنه أجريسيف كان شكلها حلو قوي والجماهير مش جماهير بس كلنا عزرناه كمتابعين حتى في الميز باس أنه لسه حساسية المباراة بترجع لهم والباس ده برضو سنسي حساسية فده فاتت مع اللي انت بتقوله ده بقى أنه هو استخلاص كرات بشكل رائع جدا كل كرة أجريسيف وكو جدا وبستخلص الكرة بالضبط هو ده الفرق ما بين اللعيب اللي بيبان للجمهور أنه هو بيبزل أقصم عنده واللعيب اللي ممكن حتى في تزبزه بالضبط حتى في تزبزه الفرق ما بين أكرم أنه دايما مستوى ثابت في كل المباراة أو دايما بيقدم أفضل مع عنده فهو ده اللي مخلي لي أفضلية عند الجمهور النادي الأهلي في مركز حتى اللي بنتكلم في مركز هو برا مركزه صحيح يعني هو بيلعب من فترة طويلة في مركز برا مركزه